ثم مش بس حقوق المرأة شيء تاني المسيح شدد وأكد على حقوق الإنسان وهي الحقوق اللي مهضومة في هذه الأيام ما زال القوي يستغل الضعيف وما زال المتدين يستغل الشخص اللي مش عاوز يقبل يعني مش عاوز يعطيه الحرية المسيح اهتم بالإنسانية قال أحب أعدائكم هل في جملة حد قالها يعني أحب أعدائكم وهل المسيح فعلا لما بيقول هذه الجملة هل تتمشى عارفين لو الناس بتسامح وبتغفر وما بتتعامل مع الكراهية لتغيرت مجتمعاتنا تعرف أحبائي كان في مشكلة بين نساء تنتين وابتدأوا يصيحوا على بعض وواحدة من النسوان التنتين اتطاولت وراحت كبشت شعرها الست التانية مين اللي شاف المنظر رجل الست المكبوشة وكان على مشكلة بسيطة أنه ما حد عاوز يتنازل كان على المي فالرجل شاف أنه الست هانت زوجته فراح دفع الست وطبعا دفعها بقوة اتأزت هذه الست رحت اشتكت لزوجها زوجها طبعا كيف يعني فراح جاب معاه بلطة وهجم على الرجل وقتله على طول خلال اقل من يوم عيلة هذا الرجل لازم تأخذ بالصقر فراح قتلوا خمسة وهاي القصة اللي بحكي لكوها قصة حقيقية دامت اكثر من عشر سنوات العيلي كل واحد عم بيقتل وبينتقم بالآخر تعرفوا لو ابتدأت بس بفكرة بسيطة انه الست اللي انهضمت حقوقها الله يسامحك يلا ما عليش ما احنا كلنا على العين اتفضلي كان يعني قضت على المشكلة من أساسها فإذن أحبائي المسيح بيهتم بالإنسانية ترجمة نانسي قنقر